اشتركوا في القناة واللي يشوف ان زوجته جميلة في المنام ده بيدل على هناء معيشته ورغضها ورؤية الزوجة القبيحة في الحلم بتدل على سوق العيش والضيق والرجل ويعني واذا شاف الرجل زوجته السابقة في المنام ده بيدل على استعداد يعني استعداد الزكريات والتفكير بسبب الانفصال والحلم بالزوجة التانية للرجل بيدل على السعة والرخاء في العيش والزوجات الاربعة في الحلم دليل على الزيادة في الخيرات رؤية الزوجة حامل في المنام بتدل على كسرة الهموم والاحزان ولما يشوف الرجل زوجته بتالت طفل زكر في الحلم بيدل على نيله المال وسعة في دنيا ايضا ولادة الزوجة طفلة انسة في المنام بتدل على تفريجهم تطليق الزوجة في المنام بيدل على الفراق والهجران يعني بين الزوجين واللي يشوف ان هو بيطلق زوجته المتوفية في الحلم بيدل على نسيانها وانتهاء ذكرها في المنام ايضا ملاحقة الزوجة في المنام بيدل على تقييد حريتها واسرها ولما يشوف الرجل ان هو بيشك بزوجته في الحلم ده بيدل على وجود المنقصات في العيش وحلم خيانة الزوجة بيدل على الفقر والضيق واللي يشوف ان هو بيطلق زوجته وبيتبحى في المنام بيدل على ظلمه لها ورؤية قتل الزوجة في الحلم للرجل بتدل على توجيه كلام قاسي لها ولما يشوف الرجل زوجته بتخنجه يعني بتخنج الزوجة في المنام يعني ده بيدل على تحملها المسئولية وضغطات الحياة رؤية الزوجة مع رجل اخر في المنام بتدل على اهمالها والتقصير بالواجبات اتجاهها واللي يشوف زوجته بتجلس مع رجل اخر في الحلم بيدل على سوق مع عشرتها يعني رؤية الزوجة بتتكلم مع رجل غريب في المنام للمتزوج ده بتدل على حاجتها للاهتمام بشكل كبير وحلم الزوجة بتمشي مع رجل اخر بيدل على اتباعها الفساد والضلالة واللي يشوف ان زوجته حامل من رجل اخر في الحلم ده بيدل على التخلص من هم وتعب ورؤية الزوج او يعني يعني رؤية زواج الزوجة من رجل اخر في المنام اللي الرجل بتدل على زهاب رزقه للاخرين لما تشوف زوجتك بترقص مع رجل اخر في المنام ده بيدل على سوق اخلاقها وحلم الزوجة بتنام مع رجل اخر للمتزوج ده بيدل على انشغالها عن زوجها وعن بيتها ولما تشوف زوجتك مع اخيك في المنام بيدل على التعرض للظلم ورؤية الزوجة مع الصديق في الحلم الرجل المتزوج بيدل على التعرض للغادر والخيادة ربنا بأشاركم بكل خير اتمنى لو اي حد عنده حلم او رؤية متعلقة بالزوجة او الزوج ياريت اكتبها انا اسفل الفيديو ما تنسوش تشيركم في القناة وضعوا الجرس عشان قناتكم تصل لكبر قدر منكم من الناس وإلى اللقاء في داخل السلام عليكم ورحمة الله